نعمل إطلالة على بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام المجتمع المجتمع عبارة عن أسر ما هي الأسرة هي اللبنة في بناء المجتمع صحيح أنا لما أجي أبني البيت فيه حاجة اسمها اللبنة اللي هي الطوبة دي فعشان أبني بيت أنا محتاج 10.000 طوبة 15.000 طوبة زي ما أهلينا كده نشوفهم بيبنوا البيوت فالأسرة هي اللبنة في بناء المجتمع صحيح إحنا عايزين المجتمع يتصلح حاله هيجي ده منين هيجي من البيوت مين اللي هيخرج لنا الأجيال الأم ومدرسة صحيح أعددتها أعددتها شعبا طيبة الأعراض الأم دي مش هتيجي من فراغ مش هتعرف معنى الأمومة من فراغ هي تربت في بيت هادي فطلعت أم لها زوج بيحترمها فيه إنسان بيحتويها فعشان كده قلنا أجمل البيوت وأعظم البيوت لو استقرأنا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مع الأسف يعني يمكن كنت الحلقة اللي فاتت برضه بتكلم في الموضوع ده إنه فكرة إننا بنشوف حاجات لو إحنا عاديين بنتفرج على فيلم رومانسي ولا مسلسل رومانسي وفي حياة عائلية سوية وفيها حب فنقول الله يعني نفسنا نوصل للدرجة ولا المسلسلات اللي جاء لنا من برة وضال إيه ده إيه ده والناس لا تتخيل إنه هو اللي إحنا تعلمنا منه الحب عليه يعني إحنا تضعها في فم زوجاتك لك بيها صدقة ده بيقول لي أنت بأكلها ببقاها وإحنا نديك حسنات يعني شوف الوسائل الترغيب وصلت لحد فين أنت عارفة حضرتك ما يعرف عندنا اللي إحنا نقول عاديين مثلا الريش قاعد يقوله كده كباب وكفتة وريش أو موز اللحم اللي اتجاور العظ فكان سبتنا عايشة تقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام لما كنا قاعدين كده ناكل ولا حاجة فيحب ما ياخدش ريشة صحيحة كده يعني عاديين مثلا واحد نما نجيب سيرت الريش ولقا لما تقربه إلينا الريش دي قاعدين ناكل كباب وكفتة وريش واحد ياخد لريشة كده ياكلها النبي ما كانش ياخد واحدة كده ياكلها كان ياخد اللي خدتها عائشة عشان ياكل وراها يقولها طب دي قولي دي كده طيب هتاكل كده ولا مسحة أنا عايز بقا أكل الحتة اللي بقيت دي بقا إيه إيه المعنى ده إيه إيه المعنى الجميل ده إيه المعنى الراقي ده النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه مين يعمل كده في مرضه عايز يستخدم السواك يا مادم لم يأس السواك أي فالسواك جف عايز النبي عليه الصلاة والسلام حد يلينهوله كده فيقولها خدي يا عائشة كده يعني حطيه في بقا كده السواك عشان تلينهوله بعض الرجالة لما تتكلم عن بعض المواقف مين يعمل كده فيه البعض اللي بيتخيل إنه ده لأ ده تقليل منه من كيانه كراجل وإنه لا ما يصحش إطلاقا والله طبعا سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله ووجهها تربيت النبي عليه الصلاة والسلام تربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا علي دخل لأستنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا النبي بتستيك مسك عود السواك كده وبتنظف أسنانها فبيقال إيه حظيت يا عود الأراك بثغرها ما هو السواك كانوا بيطلعوا من شجرة الأراك فهو اسم عود أراك فبيقوله حظيت يا عود الأراك بثغرها يا بختك يا بختك أنت فاطمة دلوقتي أما خفت يا عود الأراك أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك عايز يقول دي أنا أدي إيه بغير على فاطمة حتى من السواك يعني شوفه وعمل كم حاجة دلوقتي في البتين دول قال يا بختك يا ربنا انت لامس بقه الشريف الجميل ده يا بختك يعني أما خفت يا عود الأراك أراك دي فاطمة دي حبيبة قلبي وأنا أغير عليها دي حشي دي رجي نحيتها لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك حشي دي رجي جنب فاطمة فبيثبتها قدي بيحبها وقدي بيغير عليها قدي بيخاف عليها وقدي عنده استعداد أي إنسان يجي نحيتها يقاتله سبحان الله يا العظيم وقدي بيخاف عليها أغير عليها أغير عليها